نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها وأوضح المركز أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بها أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها واستعادة طابعها التراثي مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين لتكون حديقة الحيوان على غرار الحضائق العالمية المفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية اشتركوا في القناة